وقع الصندوق السعودي للتنمية اتفاقية منحة بقيمة 39 مليون دولار مقدمة من المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية لصالح الصندوق العالمي لمكافحة الإيدس والسل والميلاريا من أجل الحد من انتشار الأوبياء العالمية وتقوية النظم الصحية والمجتمعية تنفيذاً توجهت مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهدي الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله تم اليوم التوقيع على اتفاقية المرحلة السابعة بمنحة كريمة تقدر 39 مليون دولار مقدمة من المملكة ربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية للصندوق العالمي المكافحة على الإيدس والسل والميلاريا والتي تعد امتداداً لستة اتفاقيات سابقة بلغ مجموعها 162 مليون دولار والتي تم تقديمها للصندوق العالمي خلال العشرين عام الماضي وذلك منذ تأسيسه في عام 2002 جرت مراسم التوقيع في مقر الصندوق العالمي بجنيف حيث وقع الاتفاقية سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية مع سعادة المدير التنفيذي للصندوق العالمي بحضور سعادة المندوبة الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة بجنيف إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين نحن نعرف كثيراً عن هذا المدير التنفيذي للصندوق العالمي بين سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق العالمي وتقدر الإشارة إلى أن المملكة احتلت في عام 2021 المرتبة الأولى من بين الدول المانحة في تقديم المساعدة الإنمائية للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وذلك وفقاً للبيانات التي نشرتها لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذه المنحة تؤكد وتعزز مكانة المملكة العربية السعودية دولياً حيث تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر الدول المانحة طه يوسف حسن قناة الإخبارية الصندوق العالمي جنيف اشتركوا في القناة